تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعدم حفظه الله ورعا وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعا أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن تدشين مشروع بناء أول قمر صناعي البحريني بالكامل في مملكة البحرين وأكد سموه أن هذا المشروع من المتوقع الانتهاء منه وفقاً لبرنامج المشروع وأطلاقه مع نهاية شهر ديسمبر 2023 مشيراً سموه إلى أن هذا المشروع يعد إنجازاً متميزاً لمملكة البحرين وسيساهم في تنفيذه نخبة من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجال علوم وتقنيات الفضاء وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة لإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء التي لم تدخر جهداً في سبيل وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء وما أنتجته من أبحاث ودراسات نشرت في المؤتمرات الدولية والمجلات العلمية المحكمة وأعرب سموه عن تقديره لجهود أعضاء فريق البحرين للفضاء على أساماته بالعلمية المتميزة في مجالات علوم الفضاء وما قدموه من ابتكارات فريدة تؤسس لبنية تقنية متقدمة وتؤكد على ما يتمتع به الشباب البحريني من تميز في مختلف المجلات مؤكداً سموه أن كل ذلك جاء تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتنفيذاً لتوجيهات جلالته السامية بشأن تطوير الجهود في مجال علوم الفضاء بدوره أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي على اهتمامه ومتابعته لأعمال الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ورعايته لكفاءتها الوطنية وأكد سعادته أن ما نشهده اليوم من إنجازات لفريق البحرين للفضاء والذي تم تشكيله في نهاية 2018 يدعو للفخر والاعتزاز مبينا أن الهيئة مستمرة في بدل الجهود لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات